حدثنا جليل مع الشيبان العام الشعبي يعني من عباس النبي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دمنا بليلة نقامه وهو أصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا قائم فقال من هذا قالوا فلاهم من البارحة فصلوا عليه وبه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن الشامن عن نبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما اشتغى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء في نميستة وأطهاب أرض الحبشة يقال لها مالية وكاة المسلمة أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أبتا حفظ الحبشة فذكرتها من قصدها وتصابير فيها فرفع رأته فقال أولئك إذا مات منهم رجل الصالح بنى وعلى قبله مسجدا ثم صوروا به تلتصوروا أولئك شرار الخلق عند الله وبه قال حدثنا محمد من السنان قال حدثنا قليح قال حدثنا إلالون علينا عن ناس بن مالك رضي الله تعالى عنهم قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسنا على القبل ما رأيت عينيه تتدى معاني فقال هل فيهم من نحت لم يقال في الليلة ما قال عبو طلحة عنها قال فأفل في قبلها قال فأفل في قبلها قال ابن المبارك رحمه الله تعالى قال فلينا أراه أراه يعني فقال عبد الله ليقتربوا ليكتفقوا عبد الله بن يصر قال حدثنا ليس قال حدثني من شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن عجاب بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يتمعوا بينه وذلين قد لا أهتم في ثوب واحد ثم يقول أي عذر أحزن للقرآن وإذا وشير له إلى هدي ما يقدمه باللحظ وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم الصيامة وأمر بدفنهم في إماهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم قال حدثنا عبد الله بن يوسى وقال حدثنا ليس قال خدثني يزيدوها بالحبيب مع الحنى بالخير أن عقبة بن عامر قدي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقرد يوبا وصلى على أهل عبد صلاته على الميت ثم صرف إلى المنبر فقال عفي فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوز الآن وإني أعطيت وإني أعطيت مفاتيح القزاء مفاتيح غزائي الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما قاب عليكم أن تشتفوا فعدي ولا تنقاب عليكم أن تنافسوا فيها قال حدثنا سعيدهم سليمان قال حدثنا ليس قال حدثنا ابن شهاب عن مفر رحمن كعب أن نقابرنا عبد الله رضي الله تعالى عنه أكبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجمع بين الرجلين من قتلى أهل قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس معني من شهاب عن مفر الرحمن من كعب من مالك عن جابن النبي الله تعالى وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا من جيد ماهي يعني وأهد ولم يغسلهم قال أبو من يقدم في اللحظ قال أبو عبد الله سمي اللحظ لأنه في ناهية ممتحد من ممتحدا معدولا ولو كان مستقيبا كان صريقا وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ليسون سعة قال حدثني من شهاب عن نبي الرحمن من كعب من مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدع بين الرجلين من قطعه في صوب واحد ثم يقول أيما ترى أخذن للقرآن فإذا وشير له إلى هديما يقدمهم باللعد وقال أنا شهيد على هؤلاء وامر بدفن بدماء ولم يصلي عليهم ولم تغسلهم قال وأبو عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لغض له سيد أيما هؤلاء أكثر أخذن للقرآن وإذا وشير له إلى رجل مقدمه في اللحظ قبل صاحبه قال جابر أكفنا به وعمي في نمرة واحد وقال سليمان الفدسين حد سنزوري قال حدسني من تبع جابر رضي الله تعالى عنهم وبهن قال حدسنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدسنا عبد الوحابي قال حدسنا ثالث عن عكرمة عن بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله أكثر فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي تحلت لي ساعة من المهار ولا يغلق خلالها ولا يغلق شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتغد لغتتها إلا لمعرف فقال العباس رضي الله تعالى عنه إلا الإسقر لصغاء لصاغتنا وقبورنا فقال إلا الإسقر وقال أبو بريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقبورنا وبيوتنا وقال أبو باهم صالح عن الحسن المسلم عن صفية من بنت الشيفت رضي الله تعالى عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إسلكم وقال مجاعدنا عن طويس عن بن عباس النبي الله تعالى عن نقيم ببيوتهم وبه قال حدسنا عليهم عبد الله قال حدسنا سبيان قال عمر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبيد بعد ما اجعل كفرته فعمر به فأخرج ووضعه على دبته ونفذ فيه من بريقه والبسه قميصه الله أعلم وكانت بصم عباس قميص وقال سكيان وقال ابو حارون وقال وكانت أعرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جهدك قال سبيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قبيسه مكافة لما صمعه وبه قال حتى تنام سدد قال حتى تنام بشرون المبسر قال حتى تنام حسيني معلم عن نطاين عن جابر مبي الله تعالى قال لما هزروا مجين دعاني يا بي من الليل فقال ما أوراني إلا مغدولا في أول من يقتل من أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي من تغير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي يدينا فأقضل واستوصي بأخواته خيرا فأصحبنا فكان أول قصيد وتفنت معه آخر في قبله ثم لم تتب نفسي أقرأ أن نترضه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر في ذا وكيوم وزعته هنية غير وزنه وبه قال حتى تنام عزي من عبد الله قال حتى تنام سعيد من عابر عن شعورة عن منابي نجيذ عن نطاين عن جابر مبي الله تعالى عن مقاطفنا معابير رجل فلم تضي من نفسي حتى أخرجه فجعلته في قبل علاه ذاتين وبه قال حتى سنام عبدانا قال أكبرنا عبد الله قال أكبرنا ليس من سعيد قال حتى سني بن شهاب عن عبد الرحمن من فعب من مالك عن جابر من عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين أخرج ليلهم قد لا حدو ثم يقول أيما اختر أخذني القرآن فإذا وشير له إلى هديما قد تمعوا في اللحظة فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فعمر بجفنه بدمائهم ورن غسهم وقال الحسن وشريحا وإبراهيم وقتابه إذا أسمى إذا أسمى الصبي فما تهل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام قال الحسن وشرك إذا أسمى حدو ما فالولد مع النسوة كان من عباس رضي الله تعالى عنهم مع أمه بلا مستعفين ولم يكن معابي على دين قومه وقال الإسلام يعلو ولا يعلى وبه قال حدسنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله عنه ورسع للزبي قال أخبرني ثالث أخبرنا عبد الله عن يونس أخبرني ثالث عنه ونعمر أخبره أنه ونعمر رضي الله تعالى عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في راة مقبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع السبيان عنده من بني مغالة ابن صياد لكم لم تشعر حتى ظرم النبي صلى الله عليه وسلم بياديهم فقال لابن صياد أن تشهد عني رسول الله ونظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأمين فقال ابن صياد للنبي صلى الله عنه وسلم أتشهد أني رسول الله فأخبر أصبه وقال آمد بالله وبرسله فقال له ماذا ترى قال ابن صياد يأتي experienced صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت عليك الأمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد فأتلك قبيا فقال إن صياد واتفق فقال إن سفاء فلم تعدوى قدرت فقال عمر تعني يا رسول الله أسرع نقو فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفلن تصلت عليه وإن لم نكنه فلا خير لك في مثله وقال سالم اتمعت ابن عمر يقول ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن كاب إلى النقل الذي فيها ابن سياد ويفتل أن يسبع منه من السياد شيئا قبل أن يراه ابن سياد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم هو مستجع في قطيمة له فيها رمزة أو زمزمة فرآت أم ابن سياد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتقوه بجزوع النقل فقالت لابن سياد يا صابع هو اسم ابن سياد هذا محمد فسار ابن سياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا وقال شعير سمزمت فرفزه وقال إذن كلمي وعقري رمزمت وقال معمر رمزمت وبه قال حكسنا سليمان من حرب قال حكسنا يا حمات فمر بن سياد عن سابس عن أنس ندي الله تعالى عنه قال كان ابن ابن جهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرز بعداه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عندها بقصه فقال له أسلم نظر إلى بي وهو عنده فقال تجعب القاسمي فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار وبه قال حكسنا عليون عبد الله قال حكسنا سياد قال قال عبيد الله يقول كنت أنا وأمي من المصطفين أنا من البيضاء وأمي من النساء وبه قال حكسنا أبو اليمن أبو اليمن قال فأنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود المتوفان وإن كان يغيته من رجل من أجل أنه بلد على كترة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبواه مخاصة وإن كان كم هو على غير الإسلام لستهل صالحا سلي عليه ولا يصلى على ما لا يستهل من أجل أنه سقد فين فإن أباه رجل رضي الله تعالى عندما كان يحسط على النبي صلى الله عليه وسلم ما من حول إذن الله إن لا يولد على الكترة فأبواه يبقلاني ومن الصراني ويمتساني كواسندة البهيمة تبهيمة الجمعاء أجل السورة فيها من جدعاء ثم يقول أبو رجل رضي الله تعالى أنه في طرة الله الذي فطر الناس عليها الآية وحدثنا عبد الله قال أصرنا عبد الله قال أهبرنا ينسى عن السوري قال أهبرني أبو سلمة من عبد الرحمن أن أباه رجل رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إن لا يولد على الكترة فأبواه يبقلاني أو النصراني أو الممجساني كواسندة البهيمة بهيمة الجمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو رجل رضي الله تعالى أبو رجل رضي الله تعالى أبو رجل رضي الله تعالى